من قرية ناين سأقرأ من كلمة الله من الإنجيل المقدس بحسب البشير لوقى عن إقامة ابن أرملة ناين الإصحاح السابع مبتدئا من الآية 11 وفي اليوم التالي ذهب إلى مدينة تدعى ناينة وذهب معه كثيرون من تلاميذه وجمع كثير فلما اقترب إلى باب المدينة إذا ميت محمول ابن وحيد لأمه وهي أرملة ومعها جمع كثير من المدينة فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي ثم تقدم ولمس النعشة فوقف الحاملون فقال أيها الشاب لك أقول قم فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه فأخذ الجميع خوف ومجد الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه وخرج هذا الخبر عنه في كل اليهودية وفي جميع الكورة المحيطة ترجمة نانسي قنقر